ربنا لما بيغني حد يا إما علشان يغطي احتياجات الفقرة يا إما يغطي احتياجات الكنيسة إنما لو اقتنس هذا الغني هذا المال لنفسه زي الغني الغابي اللي بنا مخازن وقال لنفسه أنا عندي كلي يا نفسه شربي وفرحي لأن لك خيرات كثيرة تكفيك لسنين عديدة وفي نفس اللحظة سمع صوت يا غابي الآن تطلب نفسك منك فالذي أعدادته لمن يكون فربنا أحيانا يغني الناس علشان يتحننوا على حواليهم إخوة المسيح أو بيوت الرب أو الكنيس برضو مرة أذكر قصة وقعية هوري لكم ربنا برضو بيغني لي قصة وقعية حكاها أبونا المتنيح أبونا كيرول السدراك كان كاهن كنيسة العضرة بابليون الدرج الكنيسة دي احنا كنا بنزورها كتير فابونا حكالنا القصة دي كان لها صور من الطوب اللبن يعني الطوب الناي والصور تشقق وبقت قايل للسقوط فابونا عايز يهد الصور ده ويبنيه من طوب أحمر وخرصانة طب هناك كان في مصر القديمة الدنيا على قد حالها خالص فابونا محتاس مش عارف يعمل إيه يا رب يا ست يا عضرة عايزين نبني لك صور كده لحسن الصور القديم ده يقع على حد يعواره شوفوا يحصل إيه بقى عايز أوريكم إن السماء صحية الله ينظر إلى كل شيء بيبص لي وبيبص ليك وبيبص للفقرة بيبص لكنيسته بيبص للمحتاجين ويبص للأغنية وهكذا احنا بنقول الله ضابط الكل الله ينظر للكل فزاتة ليلة واحد من الأغنياء كان عنده مبلغ 20 ألف جنيه 20 ألف جنيه دي زمان يعني سوري يعني ممكن تبقى قدي 2 مليون جنيه فمش عارف وديهم فين بزهم على الفقرة ولا وديهم كنيسة وكان نادر الفلوس دي يوديها يديها للست العضرة كانت عملت معها معجزة فأبوها محتاس ظهرت ليه الست العضرة ده كلام أبونا كريلو الصدراج بالنص قال له قالت له يا فلان قال لها نعم أنت من الست العضرة قالت له أيها أنا الست العضرة أنا فيه كنيسة ليا في مصر القديمة في بابليون الدرج محتاجة الصور بتاحها هيقع روح إدي لـ 20 ألف جنيه دي لأبونا كريلو الصدراج كهن الكنيسة وقد كان واتعمل الصور وكانت فرحة كبيرة جدا فعايز أقول الغنى مش حرام لا إنما الحرام محبة المال الحرام إنك تظلم المحتاجين هاتوا العشور وجربوني يعني مرة ربنا عاتب شعبه قال لهم إنكم سلبتموني أنتوا سرقتوني قالوا له بما سلبناك قال لهم في العشور والتقدمات في ملاخي الكلام ده فيا أحبائي لما يا قديسي عقوب يقول لنا الآيات دية وبيحذرنا يقول هلوم أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة غناكم كالتهرأ وثيابكم قد أكلها العث يعني كلها يدوب كلها ينتهي ذهبكم وفضتكم كالصدق وصدقهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار قد كنستم في الأيام الأخيرة يعني مضار الاتكال على المال وعلى الغنى أول حاجة أن الغنى دا غير باقي يقول لنا كده شقاوتكم القادمة سيابكم أكلها العث كله داب ذهبكم وفضتكم قد صدق